شكرا بقولك من يوم حتى مع عبد الناصر ودى شيوخ يعودوا مع الاسلاميين في سجونه عشان يعني يهدوهم لغاية وعمل ده رئيس السادات في توقيته من توقيتات وعمل ده رئيس مبارك في اولى التمانينات وكل الحوارات دي فشلت تماما حتى اللي عملوه في الالفينيات وكانوا فرحانين اوي وخرجوا بقى التائبون والمراجعات كل ده طريق كذب وكل اللي عمل فيها مراجعات رفعوا السلاح وارهابيين ومعظمهم برا مصر بعد ثلاثين يونيو ليه كل المراقشات دي بتفشل وهتفشل ولو متصوروا لقافلة الازهر الدعوية علشان بتناقش هتفشل ليه لانه طيار الاسلام التقليدي المتطرفين والارهابيين دول ايه اسلام تقليدي متطرف فانت بتجيب له الاسلام التقليدي ينايش اسلام التقليدي المتطرف هيعمل ايه يعني ايه بمعنى طبعا بقول اسلام التقليدي يعني الفهم التقليدي للإسلام الفهم الجامد للإسلام الفهم الحنبلي للإسلام الفهم الوهابي للإسلام اللي هو بيقول له احنا مش مفروض نطبع شرع الله حج فهيقول له ايوه طبع يقول له الخلافة دي مش حاجة يقول له ايوه طبع مش المفروض ان احنا نطبع حدود الله فقال له اه طبع خلاص خلص الموضوع اه طبعا كناك انت بقى فبيقول له بس اصل ده مش تقليدي اصل ده مش وقته اصل ده ممكن يصيب المجتمع بالفتنة اصل ده في الحكم المتغلب اصل بنا امرنا بيه ان الحكم المتغلب الحكم المتغلب ده يعني اللي يغلب وبيحكم لازم تطيعه ومنطلعين فتاوى ان ده حكم المتغلب ممكن تكون كاره ومش عايزه لكن اقبله وعنشان ما تعملش فتنة في المجتمع فيعني يقعد يقول له بيدافع عن نفسه كده مش بيدافع عن نفسه انه لأ انه الشريعة محتاجة اكتهاد عصري ان الكلام ده اكتهاد فترة ومرحلة واحنا المفروض نبني ثقافة دينية مختلفة متميزة بعصرها وقادرة على ان الاسلام يعيش باحكامه وبمقاصده بتاعه في كل زمان ومكان مش هو صالح لكل زمان ومكان وان كان التعبير ده برضو دايما اقول اذا كان صالح لكل زمان ومكان الاسلام صالح لكل زمان ومكان تعبير كويس وحقيقي بس انا عايز اضيف له ان المسيحية صالح لكل مكان وزمان ده اقدم طيب اليهودية صالحة كل زمان ومكان ما اليهودية ده اقدم من الاتنين وعايشة وفي دين مت ولا دين هيموت او دين هيندسر او ينحسر او يتراجع المهم فطال السام السياسي عام بالفينة من السبعينيات كده عبدالله اه 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 انوار السادات الله ارحمه قتل بطار الإسلام السياسي إنما جي بعده حصه مبارك وحاول يعقد بقى الاتفاقيات الهدوء والهدنة والمش عارف ايه وتسلمت مصر بطار الإسلام السياسي فمصر ما تتطورش ولا تنمية ولا كلام منه كل ده ما حصلش بطموحات المصريين ولا أهدفهم ولا هيحصل طول مطار الإسلام السياسي موجود ليه لأنه بيغير أولوياتك وأجندتك في الحياة بيعمل وتعارفين الأصل في الكلمة هي فسخ مش فشخ زي ما بقوله شباب ده فهو يحصل فسخ الأولويات الأولويات بتتحطم تحطيما بطار الإسلام السياسي وبموجوده في المجتمع بمعنى ايه الناس موجودة في أي بلد في أي مجتمع عشان ايه عشان تتعايش تتطور وتتقدم تنمي قدرتها تنجز علميا وصناعيا وزراعيا وكل حاجة فأنت بدل ما دي تبقى أهدافك بيبقى أهدافك على طول ما اعتر الإسلام السياسي زي ما حصل من أول ما ظهر الإسلام السياسي بقى بقوة سبعينات وتمانينات لغاية دلوقتي الأولويات حاجة تانية خالص بدل الأولويات التعايش في المجتمع تبقى الأولويات إن المسيحيين كفر وإن المفروض ما نقولهمش يكونوا سنة وتطيبين وإنه مش عارف ما نتعاملش مع بضايحهم ولا مع تجارتهم أصلي مش عارف ما نقولش ببيوت المسيحية أصلي إيه وكل هذا الكلام الغث الرخيص التكفيري يعني ويودينا إلى تفسخ في المجتمع وليس غريبا إنه آخر حوادث فتنة طائفية كالساة 1911 الدولة الدولة المصرية باختيارها أنها مصر مع ثورة 19 تمتد المدة تقريبا 60 سنة أو 61 سنة في 72 يظهر مع خروج الإسلاميين من السجون وفاتحة ببالهم للمجتمع أول حادث فتنة طائفية حتى اليوم أول ما ظهر طيار الإسلام السياسي أما غير أجندتك غير مجتمعك عايز تتنمي يتنمي إيه إذا كان الناس هو قاعد شغال يضرب بعض مش يضرب بعض أنا آسف لأن المسحيين بضربوش حد يضربوا المسحيين إذا كان ده هو شغال كده من اللحظة الأولى حتى النهاردة هو بيعطى القلوم بناء الكنائس وشوف التعط كمية التعطلات الإدارية المحلية اللي بتتعامل مروعة اللي وحنا حكيناها يعني متجاوزاً حتى إرادة الدول فهذا عملاً الشباب اللي بلومهم يطلعوا يهاجموا بيوت أصلي دول المسحين وبيصلوا في البيت حاجة برضو خرافية أن الناس بتتهاجم عشان بتصلي حاجة فوق الخيال فوق التصالي فوق الخيال الأسود مين اللي أعملك ده مين بقى يمزع في المجتمع مين اللي طرحلك فكرة فوائد البنوك أي مجتمع في الدنيا أو أي بلد في الدنيا ب عايزة تنمي قدراتها المالية والبنكية المصرفية والبنوك تزدهر وتجبر علشان تستسمر وتقرب ناس وتشغل مصانع وتبني بيوت وقع بشعال مين يمطلع لك فوائد البنوك أصفائد البنوك حرام ويبدأ يطعم في الجهاز المصرفي كله وفي بنى العملية المالية كلها ويوم كمان مخترع لك فكرة توظيف الأموال ويستنزف مليارات المصريين مين مين طالد الإسام السياسي يعني بدون مناقشة بدون كلمة مش بس طالد الإسام السياسي والمؤسسات التقليدية ورجال الدين اللي هما فاكرين نفسهم حماوة ووكلاء الدين ده بالعكس ده بعضهم شاف نفسه ووكلاء الله بيكفر ويحلل ويدخل للجنة ويخرج من الجنة وقعت أي مجتمع في الدنيا عايز يتقدم يتقدم بي الرجل والمرأة شراكة مساواة عدالة بينهم بيكفحوا سوا لتقدم مجتمعاتهم وبناء أسر محترمة وعائلات نجحة وانت على طول طالد الإسام السياسي يعمل لك ايه المرأة مكانها البيت المرأة تتحجب المرأة تتنقب المرأة فتنة مجتمع رجل ومرأة إلا وشيطانه سلسهما أسلوب التعدد للزوجات مش عارف إيه لغاية النهاردة غس كلام غس كلام مدمر للعلاقة الزوجية كلام قائم على الزكورية وقائم على البداوة ما لهاش أي علاقة بالإسلام الإسلام قالش كده خالص خالص لم يقل هذا إطلاقا بما فيه تعدد الزوجات المفسرين الأقحاح هم الليلوا كده هم اللي تصوروا إنه ده كلام ربنا وإحنا ما ملزمين بالمفسرين ووكلاءهم والصمصرة بتوحهم ويعني إحنا أصد هذا المشهد المفسخ للمجتمع من خياطر الإسلام السياسي إذن برضو بنتكلم على تنمية بنتكلم على تقدم بنتكلم على تقدم بنتكلم على بنا وإنت عندك فريق واسع بيغسل أدمغة الناس على إنه يكفر المجتمع أصلا فالله يبقى المجتمع الجاهلي والمجتمع كافر والمجتمع لا يعمل بشرع الله والحاكم كافر وكل بقى الكلام دي ومسيطر لك على أجيال كمان من أجيال الشباب وبيربيهم ويكبرهم على الحكاية دي فعندك طيار إسلام السياسي بكل بقى فروعه وتفريعاته وتنوعاته اللي بتخلي حتى الطعن في الجيش الوطني يعني الطعن في جيش مصر وأصلي ده جيش المرتدين أصلي ده جيش لا يعمل في سبيل الله أو بالوضع